إياك نعلم وإياك نستعين إذن السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير الضوء عليهم ولا الضالين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبعوا بقرا قالوا ما تتخذنا مزرا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بغرة لا فارغ ولا بفر عوان بين ذلك فافعلوا ما ترمرون قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بغرة صفراه فاقع لونها فاقعوا لونها تصب الناطرين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي فاتسق الحق مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فتبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فاترأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتبون فقلنا اضربوا ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فيفى الحجارة أو أشد قسمة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشفق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون وإذا نقل الذين آملوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعضهم قالوا أتحدثونهم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوهم به عند ربكم أفلا تعلمون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يكتمون وإمنهم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنهم قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيلة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعبروا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمسافين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة ثم توليتم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تغتلون أنفسكم ثم أقررتم وأنتم تشهزون ثم أنتم هؤلاء تغتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارات فادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاه من يفعل ذلك منكم إلا فزئوهم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعبدون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم يوصرون الله سمعوا من الله ولمن نعبين الله 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم المالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا السواط المستقيم سواط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا بلوكنا غلف بل علم الله بمفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمنوا بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء وهو الحق مصدقا لما معهم قل بلسماة وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى في البينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوركم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا ومشرفوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمرهم به ما لهم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا للموت إن كنتم صادقين ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليهم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشرفوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزه من العذاب وما هو بمزحزه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكان فإن الله عدو للكافرين سنعوذ بالله بما الحميدة الله 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 السلام عليكم الله الله السلام عليكم الله الله شكرا